ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا اتكلمنا فيه في مجموعة ابراج والنهاردة هنكمل السلسلة بتاعته مع برج الجوزاء موضوع النهاردة هو ازاي نخلي الزواج بتاعنا افضل احسن متميز في حب زيادة في علاقة قوية في تفكير مشترك ما بيننا كتير جدا جدا بنكون في الارتباط حاسين ان الدنيا حلوة ومنيجي فيه وقت الزواج الوضع عندنا بيختلف او بنخاف بنخاف من موضوع المسئولية والزواج الاكتر ومش فاهمين بقى الشخص اللي احنا نعيش معاه وي وي وحاجات كتير قوي هنتكلم النهاردة على برج الجوزاء في موضوع الزواج يعني برج الجوزاء صراحة كده بيخاف من موضوع الارتباط قوي فبيرتبط ممكن يرتبط الارتباط اللي هو البداية لكن موضوع الزواج هتلاقونه بيأخر فيه بيبقى الآن منه سواء رجل او مرأة واحنا النهاردة هنتكلم على الرجل والمرأة عامة مرتبطين ببرج الجوزاء ودخلين على زواج تسمعوا الموضوع ده متجوزين حد من برج الجوزاء لازم برضو نسمع الموضوع ده كويس جدا مادة ايا برج الجوزاء بيحتاج ايه من الزوج او الزوجة بيحتاجه قوي قوي ان الشريك ده يكون مهتم بنفسه 24 ساعة يعني نكون دايما ريحتنا نظيفة عطرنا يكون مميز يعني العطر المميز حاجة كده تكون لها حاجة حلوة كده الشياكة والاناقة في البيت ان احنا نكون مهتمين قوي قوي لحلنا ومتغيرين بمعنى ايه كلمة متغيرين متغيرين يعني بنحب التجديد في نفسنا بنحب تغيير لون شعرنا اللبس بتاعنا يعني نغير في طريقة اللبس والالوان ما تبقيش جايبة مثلا كل هدومك لون معين لا غيري في الالوان كتير فاتح جدا غامق جدا فيه ناس ما بتحبش على الفواتح بس او الغامق بس زي انا كده بحب النظام معين بس عمتا هم بيحبوا جدا التغيير بيحبوا عنهم دايما تشوف الشيء اللي فيه تلون او تغيير فدي تعتبر من اوائل الحاجة اللي هو التغيير والاهتمام بالنفس جدا جدا ده اللي هيخلي ان الزواج بتاعنا يكون ناجح لان شخصية برج الجوزاء كده مش هتفكر في حد تاني مش هيكون في بالهم حد تاني ان هم يبقوا متابعينه ان هم ممكن يكونوا بينزروا لحد تاني الحاجات ذي كلها هنكون احنا محجبانها كمان ان يعني ده ده جزئية الجزئية التانية هي الاهتمام بشخصية الجوزاء نفسه ان احنا نهتم بيه او بيها هم بحبوا جدا الاهتمام والحب والرومانسيات ممكن هم ما يبدروش بالاهتمام ما يبقاش كلامهم رومانسي في البداية لكن اديهم انت اهتمام وقت ما يكونوا مخنوقين زهقانين نحاول نستحملهم بيحب جدا اللي يهتم بيه بطريقة قوية سواء بكلمات لطيفة سواء كان اهتمام بالشكل بالمظهر يعني يكون هم شيك قوي وعشان كده بيحبوا الناس لشيك جدا فنزود على الشيكتهم لا ممكن لو احنا نعمل مثلا القميز ده مش عارف ايه لا ممكن انت عارفها لو انت غيرتي اللون ده يعني ندي المشاركة على النظام اللبسي والستايل والحاجات دي كلها بيينولهم ان انتوا خايفين عليه او شيء عايزين تشوفوهم الاحلى او الافضل ده بيحسوا منه كنوعا من الاهتمام القوي جدا الاهتمام كمان من الناحية العملية مخنوقين متضايقين من الناحية الاجتماعية مخنوقين من حاجة نحسسهم ان احنا جنبهم نحسسهم ان احنا سند معاكم وهم الفكرة ان الموضوع ده بيفرق معاهم جدا فدايما نكون معهم ودي الحاجة التانية او التالتة اللي بيعشقوها جدا وبيفرق معاهم الشخصية دي وبيخلي الزواج يكون ناجح اكتر لانه بيشوف ان الانسان ده مال يعينه اول شيء تاني حاجة مال يقلبه بالاهتمام طيب تأول خطوة اللي بعد كده هم بحبوا الدلع يعني عايزين دايما يكونوا في مراحل دلع دلع يعني ايه دلع يعني يبقوا مختلفين عن الزواج الروتيني اللي هو بنسحى الصبح ناكل نشغل مش عارف ايه لازم كده تكبريهم او تكبريهم ان يبقى فيه كده حاجة مجنونة ننزل نتمشى يلا هنسافر يلا نعمل ايه تلاق هنعد شوية نتفرج على فيلم وكذا كذا لا هنعمل كذا ان يبقى فيه حاجات كده مطرقعة دايما في وسط الايام بتاعتنا تكون متدخلة لان ده بيفرق معهم جدا وبيفرق في النفسية وبيعرف ان الشخصية دي هي القادرة على تحويل نفسيته من سلبية الايجابية وده بيكون شيء جيد جدا برج الجوزاء بيمسك فيك اكتر ويكون معجب بيك اكتر طيب في حاجة تانية مهمة جدا هي ان برج الجوزاء بيعشق قوي الشخصية اللي تفتخر بيه يعني دايما لو انت مرتبطة بيه او متزوجة من رجل الجوزاء افتخر بيه قدام اهلك قدام اصحابك دايما اديهم الكلمات المشبعة الكلمات اللي هي فيها انتو حاجة حلوة قوي انا جد انا مبسوطة قوي ان انا مش عارفين حتى مش هقول لكم حتى لو كذب لكن في نوعا ما من المجاملة اللي بتخلي الشخص داي بقى حنين او انه هو بيبقى فيه رومانسي اكتر بيبقى شايف ان الشخصية دي قديم فبيحبوا جدا انك تفتخر بيهم سواء رجل او مرأة انك تفتخر بيهم قدام الاهل قدام الاصدقاء ان انتو تدهم الكلمات المشبعة اللي هي انتو حاجة حلوة اوي بالنسبة لنا انتو مش عارف ايه اللي هو بديله دفعة قوية او الكلام اللي هو الايجابي اللي يزرع فيهم الايجابية بمعنى انك تقول له انك انت انت رائع جدا انت متميز اوي في النقطة دي على فكرة انت عارف لو حد ما كانك مكانش عارف يعمل الموضوع ده لكن انت دماغك حلوة اوي بتعجبني دما� لا 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 ده احنا محظوظين بك بقى فالحاجات دي كلها كلمات بقى بس بكل واحد بطريقته يعني فالكلمات اللي من النوعية دي بتفرق معاهم بطريقة قوية جدا طبعا انا محتاجة ان كل اصحاب برج الجوزاء اللي بيسمعوا الموضوع ده تقولوا ان الكلام ده صح ولا لا لا لان فعلا فعلا برج الجوزاء من اكتر نسبة الناس اللي عندي وفي نفس الوقت من اكتر الناس اللي بيتتبعكم يعني في ناس كتيرة بترقب شخصية برج الجوزاء وطبعا انا بيبقى عندي احصائيات فبعرف الموضوع ده ففي ناس كتيرة قوي قوي بتبقى متابع شخصية الجوزاء فمحتاج ان انتو تقولوا ان الصفات دي انتو بتحبوها وايه كمان وايه كمان انتو بتحبوه قوي قوي في الزوج واو الزوجة يعني في موضوع الزواج نفسه كمان خلوني ان انا اقول لكم على نقطة تانية مهمة برج الجوزاء من حاجات المهمة جدا بالنسبة له من هي الاحترام بيحبوا جدا الشخصية المحترمة الشخصية اللي بيتبقى فيها هدوء في النفس مع ان هما بيحبوا الشخصيات المجنونة جدا ولكن ينجذبوا للشخصيات الهدية يعني ما يمنعش ان انتو تكونوا هدين في رزانة في سقة في النفس في حاجة كده اللي هو الدماغ العالية بس في نفس الوقت في الهايبارة يعني تساعدوهم على الهايبارة يكونوا هوائيين اكتر وعلى فكرة هوائيين اكتر يعني مش من الابراج الهوائية لا ده فيه ابراج من الابراج التانية فيهم نظام الهوائية دي وبشكل اشد كمان فمش معنى كلمة هوائية يعني الابراج الهوائية لا اللي هو المنطلقين زي مثلا برج من الابراج النارية مثلا مش هنتكلم في قصص ابراج دلوقتي ولكن هم بالفعل بيحبوا النظام ده فبس لازم يكون عندك ثقة بالنفس تقل في الشخصية كوة رزانة الحاجات دي بتجذبهم جدا لان بيتخليهم ان هم يبقوا مستقبلهم هم مقامنين عليه مقامنين على اطفالهم مقامنين على حياتهم ما بيخافوش لان برج الجوزاء برج مجنون يعني برج الجوزاء برج مجنون جدا اللي هو الهايبارة بقى والدماغ العالية برج حلو كده عمدا بس فيه فكرة معينة ان البرج اللي بيبقى طابعه ده بيبقى محتاج جدا الشخصية اللي في حياته تكون حد عائل قوي قوي اورازين بحيث انه يعرف ينظم حياتي وينظم حياتي بحب يعني يكون بيحبني فده برضو من الحاجات المهمة قوي فيه شيء تاني برج الجوزاء بيحبوا قوي الناس اللي هي تكون محافظة على فلوسهم انه مش بخلة يعني ما يكونوش بخلة ولكن اللي هم بيحبوا اللي هو الشخص اللي هو قادر اللي هو مش عارفة اللي هو مدبر يعني يكون شخص مدبر في الفلوس بتاعته يكون مش بخيل لكنه مدبر وفيه فرق كبير جدا لانه هم مصرفين يعني برج الجوزاء مصرف جدا وبيحب الاكلات اللي من بره ويحب مش عارف ايه وايه وايه ويجيبوا حاجات كتيرة جدا بس هم من نوع اللي عايز حد بقى يجي لم ايدي شوية يعني حافظ على ايدي شوية فبيحبوا جدا الموضوع ده ان بالذات الرجل يعني رجل الجوزاء هيحب اوي المرأة اللي تقوم حافظة علي بس مش تكون بخيلة يعني مش هتمنعيني مش هتحرميني ان انا جيب واروح واعمل وسوي لا بس خليني اوفر فقط لكن تمنعيني ده ممكن يتخنق اوي من الموضوع ده كمان برج الجوزاء بيحبوا جدا جدا نظام ان يكون دايما بيتهم في ديكورات معينة ويحبوا جدا ان بيتهم يكون منظم بنظام معين هم من النوع اللي ممكن تحسوهم مهملين في النظام في النظام المنزل او البيت او او لكن هم من نوع فعلا فعلا اللي ادمخهم لها ديكورات معينة الفرش نفسه لونه يكون لون معين الحاجات دي كلها فبيحبوا اوي الدماغ اللي تساعدهم على ده يعني مرتبطة برجل الجوزاء يبقى حاولي تهتم جدا جدا بيديكورات منزلك بان عينه تكون شايفة ان المنزل ده ايجابي مرقة الجوزاء حاول ان انت تبقى تديها فلوس كتير عشان تعمل الموضوع ده وبعد كده تبقى تدور على التوفير عادي يعني بس يعني محتاجة اوي ان هي تعمل الحاجات دي كمان يعني غير النظام ده كله برج الجوزاء كمان بيحب قوي بالنسبة للحاجات اللي انا بقولها دي هي حاجات مش صعبة على اي حد يعني برج الجوزاء ده دايما انا اسميه او بقول دايما على متطلباتهم الحياتية العاطفية ان هم السهل الممتنع اللي كتير ممكن يشوف ان ده صعب وبرج صعب او انا همشي على دماغهم بس حاجات اللي هم طلبينها اسهل من ما فيش يعني سهلة جدا جدا لو بتحبوا شخصية الجوزاء هنلاقي ان احنا بنعمل ده اي حد بيحب شخصية بيلاقي ان هو بيفعل الحاجات اللي هو بيحبها من غير ما بيفكر وكلها بتكون حاجات بسيطة وطبعا انا باتكلمش على الجوزاء بس انا هتكلم على كل الابراج وزي ما انتو مرتبطين ببرج الجوزاء ولما تسمعوا الموضوع ده تعملوه هتكلم على برجوكم انتو كمان وبرج الجوزاء لما هيبقى مرتبط بيكم او في حب ما بينكم هيبقى بيسمع الموضوع فيعني خلينا ان احنا ما نكونش عنصريين شوية كمان خلوني اكمل الموضوع واقولكم برج الجوزاء من الحاجات اللي بيحبها جدا في موضوع الزواج الحياة اللي بيتكون فيها نوعا ما من الاغراء شوية بمعنى الاغراء مش بالستايل واللبس والكلام اللطيف وكل الحاجات دي لا اغراء من نوعا تاني يعني يبقى دايما حاسس ان اللي معادي ما يبقاش بيقارنها بواحدة تاني لا ده اللي معادي واحدة بعشر وحدات في بعضهم ان الرجل ده هو رجل يعني متغيرين متجددين كلامنا بيبقى حلو قوي بنبقى اللطيف في المعاملة كلامنا بيبقى متدلع شوية بنعرف نغازل بشكل كويس بنعرف نقرب بشكل كويس ويعني ان نكون حلوين مع بعضينا يعني نوعا ما من الاغراء هم بيحبوا الاغراء في حياتهم جدا وبيبقى سهل جدا ان ممكن يكون حد من خارق من برة يغري مثلا رجل الجوزاء فنخلي مالنا قوي في الموضوع ده بس لما بيحبوا والله لو ايه ما بيشوفوش اللي هو الشخصية دي عامة بس عشان نحافظ على العلاقة يعني الموضوع ده عشان نحافظ على العلاقة ونخليها افضل واحسن ومتميزة ويبقى التربط ما بيننا اقوى وهو ده هدفي من المواضيع دي ده ناهينا بقى عن ان هم بيحبوا جدا الشخصية اللي دايما دحوكة اللي مش كئيبة اللي هو مش اي حاجة نعاكن ونعاية وننكد اللي مش بنقلب في الموبايل كل شوية وغيرة جديدة وشك ومش كل الحاجات دي يعني ده في حاجات كتير قوي 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 ده يعتبر الاهم الاهم يعني عامة تان انا بشكركم جدا واحنا قلنا الموضوع بس يعتبر مش كامل برج الجوزاء لما تقروا لما تسمعوا الموضوع ده في التعليقات بقوا تكملوا اي حاجات تانية انتو بتحبوها في الشريك ان هي تكون موجودة لان كتير بالفعل بيرقبكم عامة تان بشكركم مرة تاني متنسوش اللايك والشارك في القناة وتفعيل الجرس سلام اشتركوا في القناة